أكثر من عشرة ملايين متر مكعب خزنت في بحيرة حمرين بعد موجة الأمطار الأخيرة حيث بلغت غزارة السيول أكثر من مائة متر مكعب بالثانية هذه المياه سترفض الخزين المائي للموسم القادم حيث تعتمد ديالا بشكل أساسي على مياه الأمطار بعد خطع روافد نهر ديالا من الجانب الإيراني بشكل كامل ولل هذه الأمطار وردتنا سيول هناك وديان مشتركة بيننا وبين الجانب الإيراني هذه السيول تم تسليكها باتجاه البحيرات لاستفادة منها في المواسم القادمة وردتنا أيضا سيول على نهر ديالا تم تسليكها باتجاه بحيرة حمرين اليوم تجاوز إراداتنا على بحيرة حمرين أكثر من مائة متر مكعب بالثانية تهدر ديالا سنويا عشرات ملايين الأمتار المكعبة من المياه في ناحية قزانيا ومن ديالا وذلك لخروج سيد قزانيا عن الخدمة وعدم وجود سدود على وادي ترساق ومع استمرار شح المياه في العراق وتقليص الخطة الزراعية لأكثر من النصف في ديالا تدرس وزارة الموارد المائية إشاء سدود في هذه المناطق الحدودية لغرض السقايا الفكرة في إقامة السدود هو أغلبيتها في شمال عراق لحصاد المياه ومنها المنطقة الشرقية كذلك في ديالا وقسم من المناطق الغربية لحوض الفرات وفي اليوم العالمي للمياه حمل متخصصون الحكومة العراقية مسؤولية عدم وجود استراتيجية مائية تحافظ على حصة العراق المائية من دول الجوار أو مياه الأمطار التي تهدر سنويا دون الاستفادة منها في سقاية المزرعات أو توجيهها نحو سدود المحافظة الدول المجاورة غيرت مسار 24 رافض نهري صف في العراق كما تم حجب نسبة لا تقل عن 70% من حصاصنا المائية من قبل الدول المجاورة يعني احنا ما لاحظنا أي تحرك حكومي فيما يتعلق بهذا الموضوع ويقف الروتين الحكومي عائقا أمام تنفيذ مشاريع السدود في ديالا على أمل المباشرة بالمشروع بالسرعة الممكنة ليكون أحد أهم المشاريع المائية المنفذة في الدولة الحديثة من محافظة ديالا عمر العبيدي قناة الفلوجة